طيب أنت معقول وصلي موصيلك لأدال؟ لا 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 فعلا شي بنقز يعني وقت طلعت غنيت وحيدة وطلع التيزر لأدال تشابه رهيب مضبوط كان فيه تشابه بس زدته علي مثل كأنه أنا طلعت قلت أدال قاعدة عم تحضر معي مطر وقررت أنه يا ويلي شهل كليب وبيدي أعمل مثلو ولا ما صار هيك هو صار في تشابه موقع إعلامي انتبه له شيء قبلنا وهو اللي حطه على السوشيل ميديا تم غير فناني إذا فناني لبسيت نفس الفستان من ذات المصمم الأذياء لأنه سائب وعرفته أنه بذات السنة هذه الكليكشن التي تكتير عالية لبسوا ذات الفستان بتصير طني ورنف بيانات صحفية بتوصل للصحافة مظهور لماذا أنت قلبت بحالتك لتنمر؟ ما بعرف لكن سرد علي على تويتر على شي يومين ستقولهم بلس تطبت أنا ما بحب هالقصص يعني أنا شخص كتير بعيد لأني ما بحب أنه حدا يقعد يكتب شو ما بده؟ طيب أنت أم جيوفاني وأنت صحبة مع أم جيوفاني يلي هي نادين ناسيب نجيم كمان كتير أصحب نادين من الأشخاص اللي تعرضوا كتير لتنمر بالفترة الأخيرة شو كان موقفك من اللي عم بصير؟ أنا ما بحب ما بحب بإلا الله يعينها وهذا ثمن شهرة اللي هي وصلت له كمان شهرة مش عادية نادين يعني مش عملت يعني شغل كتير آخر فترة حلو وهذا الشيخ عم بيعرضها شو ما كان ليك السوشيال ميديا هاي مشكلته أنه ناس قاعدة ورا التليفون بتكتب شو ما بده فألا يعينها أنا ما بقدر أحمل اللي هي بتحمله بس هي قوية وشاطرة